إذن منتبعنا كراما في هذا الخبر العاجل والمهم قبل اللحظات قليلة فقط صدر بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية ونعم البيان متعلق بقضية الصحراء المغربية متعلق كذلك بزيارة جوشو هارس المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المغرب وما يهم هنا وهو أنه في بداية البيان الولايات المتحدة الأمريكية والخارجية الأمريكية والديبلوماسية الأمريكية تقول بصريح العبارة على أن الموقف دياله بخصوص مغربية الصحراء لم يتغير لم يتغير بمعنى شنو؟ أن كل تلك الأكاذيب اللي كان يروجها النظام الجزائري والإعلام دياله والأبواق الإعلامية دياله خلال الأيام القليلة الماضية ذهبت أدراج الرياح وانكشفت مجددا الأكاذيب دياله عن نظام الجزائري وانا قلت لكم في عدد من الفيديوهات بأن جوشوهارس المبعوث الأمريكي قال لنظام حضارة الجزائري بالحرف ملف الصحراء المغربية انتهى لصالح المغرب تقبلوا الأمر الواقع ولاحظوا ما يعلى أن في ذلك الحوار الصحفي اللي دلوا مع صحيفة جزائرية ذكر المفهوم ديال الواقعية عدة مرات وشرحت لكم المفهوم ديال الواقعية شنوه لكن الآن وزارة الخالجية الأمريكية كتخرج وكتقول على أن الموقف ديالها لم يتغير وكتقول على أنها كتدعم السيادة المغربية وكتقول على أن نقع تلك الأكاذيب لروج لهالنظام الجزائري والإعلام دياله لا أسس لها من الصحة وهذه المسألة قلت لكم متابعين كرام في الأيام القليلة الماضية حينما كان النظام الجزائري روج لتلك الإشاعات وتلك الأكاذيب خصوصا في ذلك اللقاء الصحفي اللي حاول مدعم الجزائري وحاول تلك الصحفة الجزائرية على أنها تحرف التصريحات ديال جوشوا هاريس والخارجي الأمريكي شنو دلت نشرت ذلك الحوار في الموقع الرسمي دياله الآن تصدر بيان قتقول فيها لأن الموقف دياله بخصوص مغربية الصحراء لم يتغير لم يتغير وهذه المسألة لا أقول لكم شوفوا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء باش يتبدل باش يتغير خصوص يخرج قرار رئاسي لأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ساري المفعول وهو كان في السجل الفدرالي الأمريكي أي أنه مفعّل ولكي يتم تغييره لكي يتم إلغاء هذا الاعتراف خصوص يخرج قرار رئاسي وليس ما يتغيره وشي قرار رئاسي يخرج ما كنش وشي قرار رئاسي أمريكي كي قول لكوية المتحدة الأمريكية صحبة الاعتراف مغربية الصحراء ما كنش ولذلك النظام الجزائري والإعلام دياله والأبواق دياله عايشين في الأوهام عايشين في الأكاديب عايشين في الخزعبلات التي لأسسها من الصحة وهذه الخارجة الأمريكية مجدداً تخرج وتفضح الأكاديب وأن اللي يبقى فيها هنا هو البص بعيد لك المطيق البص بعيد لك المطيق ترك الأكاديب والإشاعات لشرها الإعلام الجزائري حول أن جشو هاريس قال لهم الاستفتاء وتقرير المصير والمغرب ومعرف شنو في حين أن جشو هاريس لم يصدر من فهمه لا استفتاء ولا تقرير المصير ولا يحزن بل العاكس عبت الله العاكس قال لنظام حضرات الجزائر انسوا عليكم شي حاجات متدولة البوليزاريو انسوا عليكم شي حاجات متدولة في الأقليم الجنوبية المغربية وقال لهم بالحرف الصحراء المغربية حقيقة لا رجعت فيها بغيته ولا كرعته وقال لهم تقبلوا الأمر الواقع وكونوا واقعيين احنا رجعنا على المصطلح هذه الواقعية ويحام المرة كرر هذا المصطلح في الحوار الصحفي ديره إذن هذه الخارجة الأمريكية مجددا تكذب النظام الجزائري وتفضح النظام الجزائري كما العادة وكما عتدنا دائما متابعنا الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة